السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكو دكتور محمود أدود أستاذ جراحة العظام والعبود الفقري بكل الطب النهاردة معانا الحالة عندها 65 سنة وبتعاني من سيفير أستو ألفريتس في الرايتني وشونة جمدة جدا أو قوية جدا في الرجبة اليمين وفي تآكل شديد في الرجبة اليمين ولو نراحز في الأشعة هنلاقي المفصل من ناحية اليمين بدأ يقابل بعضه وما بقاش فيه مفصل تماما وما بقاش فيه سبيس ما بين العظم وبعضه مقاراة بناحية الشمال والحالة ديت في هذا السن وفي هذا الوضع ما بقدرش نعمل لها أي حاجة إلا أن نحن نعمل لها عملية تركيب مفصل صناعي Total knee arthroplasty أو Total joint arthroplasty وبنعمل Replacement joint المتأكل دهوت وبنركب مفصل والعيان بقدر يتحرك وحالته بتتحسن ودي الحمد لله أصبحت عملية مأمونة ونتاجها عالية جدا والمريض بيحس بتحسن والدنيا بتختلف معها كتير طبعا ده بيساعد أكتر أن ننقذ نحية الشمال من اللي هي تتأكل وتلقى نفس المصير وتحتاج نفس العملية تغيير المفصل ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشير وسبسكرايب ونلقاكم دايما على خير نكتور محمود أدود أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري بكلية التم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته